أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة أن المفاوضية الأوروبية قررت رسميا إلغاء الفحوصات الإضافية التي كانت تطبق على الفراولة المصرية وذلك بناء على التوصية الصادرة من مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوصات إضافية وأشار إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للاستهلاك المحلي والتصدير فاصل قصير ونوصل من بعده نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس تابعون